السلام عليكم معكم محمود ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سياقات اعمالنا ما يهده الله وفلا مضل له ومن يضل الفلا هادية لو بإذن الله ثم أما بعد قصة اليوم وكل يوم هي الدراسة في روسيا ناس كتيرة يقول لك في الظروف بتاعت الحرب دي نسافر ندرس في روسيا ولا لا الدراسة في روسيا مش وحشة وفوق المتوسطة بشوية ولكن في الظروف دي انا وجهة نظري مش احسن حاجة رأيي الشخصي لو تاخد برأيي اصبر شوية لحد نصف اغسطس كده انا عارف الموافقة ولا الدعوة بتطلع من الجامعة بتاخد وقت خمسة واربعين يوم ولا حاجة بس ما جراش حاجة انا اخر نفسنا شهر شهر ونصف بس تكون الدنيا واضحت بالذات في سعر الصرف اللي قلتلك ان سعر الصرف ده مش حقيقي مش واقعي مستحيل يكون صح ان الدولار يساوي خمسين روبل او خمسة وخمسين روبل لازم يوصل للتمانين للخمسة وتمانين علشان نعرف اه الدنيا كده صح ولا لا عشان تبقى الدنيا صح وتحويلاتنا تبقى ماشية مظبوط وخلي بالك مثلا لو انت في مصر يا اخي اه الجنيين مصري بينزل يعني يعني دلوقت احنا بنكلف تسعتاشر الجنيين للدولار لا هيبقى يمكن عشرين اللي روبع عشرين وربع يعني علشان برضو تحويلات الناس والاهالي ترتاح شوية اه برضو ابشر الناس اللي هي تعبت الشهور اللي فاتت في وقت الحرب في التحويلات والحاجات دي قلتلكم في حلقة سابقة وبكرر دلوقتي ابشركوا ان العملة ان شاء الله هتتحسن مش هتتحسن يعني العملة الروبل مفروض ينزل فده اللي هو الطبيعي ان هو يوصل لخمسة وتسعين لتسعين فيبقى قصاد الجنيه او قصاد الدولار يبقى معقول الدولار يعمل فيه يرمي فلوس كتير او يعني يطلع لك فلوس كتير لكن الوضع الحالي طبعا ما بيجيبش فلوس كتير او بيخسر ناس كتير بيدفعوا بالتسع تلاف والتمنتلاف شهريا مصاريف جنيه تمنتلاف تسع تلاف جنيه شهريا عشان ابنه يطلع له بخمسة وعشرين ولا ستة وعشرين الف روبل اه يصرف منه في روسيا وطبعا ده خسارة كبيرة وفي ناس بتطلع بقل من كده واحد يقول له يا بابا الفلوس اللي بعتها اللي هو ابوه مسلا دفع تسع تلاف جنيه عشان يدبر عملة ويبعتها وكل ده كله وفي الاخر المبلغ اللي جي في ايده بعد السمسرة وكل حاجة اللي جي في ايد ابنه اتنين وعشرين تاتة وعشرين الف روبل فطبعا يعني ويروح صور ماركة يلاقي الحاجات الضعف فيقول له يا بابا الحاجات اللي كنت بجيبها باربعين الف روبل دلوقتي يبع عشرين الف روبل وبتاتة وعشرين الف روبل بجيبها يعني فما تبقاش معي فلوس ادفع ايجار اعمل ايه فابشرهم ان الدنيا هتتحسن شوية يعني الدولار هيجيب معاك شوية بالذات الناس اللي هي مش في مصر هيبقى الموضوع احسن لها شوية الناس اللي في دبي السعودية الكلام ده ويبعتوا لأولادهم طيب آآ نرجع تاني للسؤال اللي هو ندرس في روسيا ولا لا ينفع تفاوت السنة دي ما تدرش في روسيا مش عارف ينفع تعملها انا مش شايف ان السنة دي هتكون سهلة لا هتكون صعبة السنة الدراسية اللي هتبدأ في سبتمبر الفياتين وعشرين وتنتهي في شهر يونيو الفين تلاتة وعشرين دي سنة صعبة هيكون آآ الله اعلم لو الحرب فتحت بقها اكتر آآ الفجوة هتوسع لان خلي بالك احنا كل ما المحارف ما بتطول آآ روسيا بتدفع اكتر من اللحم الحي من آآ مدخراتها من مدخرات الشعب من قدرات الشعب بتقلل من قدرات الحكومة في مساعدة الشعب او في تطوير البلد آآ عجلة التطوير بتتباطئ آآ الاسعار بتغلى سنة سنة العملة في سعرها ده بتضر اكتر ما بتنفع بس هي طبعا بتنفع آآ جانب الحكومي ان هو عايز يدبر عملة فعايز ياخدها باقل سعر ممكن وبعد كده يبقى يعدي للسعر اما يدبر الكمية المطلوبة فأنا كده اعتقد وضحت النقطة او وجهة نظري ان هو مش مش صح قوي ان احنا ندرس في روسيا السانيتي آآ الناس اللي بتدرس في روسيا يعني بالفعل آآ ربنا معاك انت في البلد وتقدر تشتغل وآآ او تدور على شغل وتكمل حياتك لكن آآ مش صح قوي ان انا آآ آآ ابعت ابني في ظروف صعبة زي دي آآ بالذات الظروف المالية هيكبدك اموال كتير وتكبد الاموال في ظروف زي دي هيبقى يعني انا بكلمك في يعني في كام يعني خمسمية دولار في الشهر لو بسعر النهاردة خمسمية دولار في الشهر طلبة كتيرة بيقول لأبو يا بابا ميلمم انا عايز خمسمية دولار ويا كافوني يا ما كافونيش ممكن اطلب تاني خمسمية دولار دول يا ابني يعملوا تسعة تلاف جنيه في مصر في ناس بتطلب اكتر وبيكفيهمش فعلشان بس رحمة تنبيك مش اكتر يعني محدش يقول لك يا باشا ده مية دولار بتكفينا هنا ده البلد حلوة سيبك من الضلال ده ده ضلال غلط صدقوني يعني اللي عايش هنا وعايش بجد مش مراته اللي بتصرف عليه او مراته هل او مسلا ممكن يكون هو اللي بيصرف بس بيدي الفلوص لمراته هل اللي بيجي طلبات البيت لكن طلبات البيت هو مش عارفها مش عارف بيدفع كامونالكا كام في الشقة مش عارف بيدفع كهرباء اوجاز كام يعني اما بيجي جيب حتى فيه ناس تجيب بالسوبر ماركت يعني ناس مثلا كان زمان طلبة كان بيبقى معاي كارت مثلا من بنك في مصر وكان اما يروح يشتري في السوبر ماركت الحاجة ايا كان سعرها بيشتري بالكارت ما بيحسبش هو دفع كام ابوه هو اللي بيعرف ابنه دفع كام النهاردة في السوبر ماركت فيقول له انت دفعت يا ابني النهاردة تلات تلاف جنيه جبت ايه قال له يا بابا جبت لحمة حلال وجبت جزر وجبت زيت وجبت مكارونا وجبت رز وجبت لعبة واحد صاحبي روسي خلف وبتاعدها فجيبت له لعبة كده صغيرة بألف روبل يقعد يجمع له شوية حاجات تقول له حاجات دي بتلات تلاف جنيه ولا بألفين وخمسمائة جنيه يقول له طيب خلاص بقى اضبط بقى ايدك المرة جابني عشان كده كتير فكان ناس باستخدم كرودي دلوقتي مفيش مستر كارد ولا فيزا شغالة وممكن ما تشتغلش لحد اخر السنة الله اعلم المشكلة دي هتتحل امتى فالاجابة النهائية بعد التفصيل والطمحيص هي اه مش وجهة وجهة نظري ان مش صح ان ندرس في روسيا السنة دي وطبعا مش هتدرس في اوكرانيا يعني فاللهو المكان ده تقفل اه ينفع تستغل السنة دي في اي حاجة مفيدة لابنك يعني حاول في ناس بتخش مسلا يقول لك احنا دخل ابني اداب ولا حقوق ولا حاجة السنة دي لحد ما نشوف السنة جاية الظروف اهوي بقى يدرس يدرس حاجة ما حصلش قدينا مكملين في حقوق ولا في اتجارة ولا في اداب اللي احنا دخلناه او دخلوا معحد خاص مسلا اه معحد مسلا مش هيكلفني ست سبع تلاف جنيه في الشاق في السنة قصلي اه او اي حاجة معرفش المعاهد دي بكم ولا الحاجات دي بكم في مصر بس المهم بقى الطالب بقى بيدرس حاجة ممكن يكمل فيها لو روسيا ما تزابطتش لكن روسيا اتزابطت على السنة على الفين تلاتة وعشرين معلش سنة من عمره بس هتوفر عليك فلوس وغير كده النظام التعليمي اصلا مش منتظم ومش منتظم لسه ومش منضبط قوي لسه في ناس عايزة تشتغل رغم الكورونا خلاص مفيش ناس لسه ده كاترة بيقولولهم تعالوا ان نشتغل اونلاين فطالبة كتير ما بتفهمش بالاونلاين ده قاعدين في الكلاس وتبقى الدنيا صعبة فما بقى وفي ده كاترة كتير انتهجوا حتة الرشاوة يعني عشان يخلصوا الدنيا مش كل الده كاترة طبعا بس علشان عارفين الدنيا صعبة والطالبة مش عايزة تيجي وكلهم قضيها مش عارف ايه وهو نفسه مكسل والمرتبات مش مكفية والحاجات غالية فقط النظام التعليمي مهزوس شوية مهزوس كتير فا يعني اه دي وجهة نظري لو عندك وجهة نظر احسن اه انت قادرة بحالك وبحال ابنك اه لكن هي دي وجهة نظري السنة دي مش احسن حاجة نتعلم فيها فروسي ده كان اخر كلام يا رب يكون المعلومة نافعة ويكون جاوبتلك على السؤال سبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا ان لا اله الا ان استغفرك واتوبوا لك شكرا على خير وحفظ الله سلام عليكم